استقبل وزير البترول وثروة معدنية طرق الملة وفدا من شركة نرويجية والتي تمثل الشركة الأجنبي مع الهيئة المصرية العامة للبترول وخلال اللقاء أكد وزير البترول أن مشاركة الوزراء ورؤساء الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية في يوم إزالة الكربون ضمن فعاليات قمة المناخ كوب 27 أعطى زخماً متميزاً لصناعة البترول والغاز لتكون أحد الحلول التي تسهم بدور فعال في خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة مشيراً إلى أن الارتقاء بمنظومة الصيانة يأتي على قائمة اهتمام قطاع البترول لدورها الفعال في خفض الانبعاثات